وهي نعمة الهدى والرشاد ما معنى الهدى والرشاد؟ هذه النعمة علينا أن نقف معها مليا لأنها هي مدار الامتحان لكل إنسان وهبه رب العالمين نعمة الحياة إذن رب العالمين عندما استدعانا للوجود ووهبنا الحياة نحن خلقناكم فلولا تصدقون إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إذن إن لم نتساءل لماذا وهبنا رب العالمين الحياة هناك جواب هنيئا لمن يتوصل لهذا الجواب رب العالمين أحب خلقه وأحب عباده الصالحين وراهنا على صلاحهم عندما تساءلت الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها هذه هي نعمة الهدى والرشاد نعمة الهدى والرشاد أن رب العالمين أراد من الإنسان أن يبادله الحب لأن ربك سبحانه وعندما وهبك الحياة أيها الإنسان قد أكرمك بأنك منسوب إلى ربك بأنك صنعته بأنك فيك من أسمائه وفيك من صفاته وأراد منك أن تتطهر حتى تعود إليه سالما إذن نعمة الهدى والرشاد هي النعمة التي سيقع فيها أعظم امتحان في حياتك أيها الإنسان وأنا أوجه الخطاب للإنسان البشرية قاتبة لأن القرآن الكريم أخبرنا أن الرسالة الخاتمة هي رسالة عالمية إن هو إن